شفرة دافينشي هي واحدة من الروايات الخيالية العالمية التي ألفها الكاتب دان براون في العام 2003 اشتهرت وكان لشهرتها الكثير من الأصداء ويعود ذلك لما عرضته من آراء دينية مسيحية تتعارض مع الكنيسة حيث تقوم الفكرة الرئيسية للرواية على حدوث جريمة قتل في متحف اللوفر بحق شخص كان قد أعطى معلومات خاطئة حول موقع شيء قيم للغاية تم تكريف الأستاذ في علم الرموز الدينية من جامعة هارفورد روبرت لانقدون بحل لغز جريمة القتل هذه وبعد السرد يتم القبض عليه شخصيا بصفته القاتل ويتوالى سرد أحداث الرواية بطريقة مشوقة لتشتمل أحداثها طرح تساؤلات متعلقة باستكشاف أسرار تاريخية للدين المسيحي وعمل مقارنات بينها وبين التاريخ المعروف مما نتج عنه نشوء العديد من الخلافات المثيرة للجدل حول الرواية كون الرواية قد تطرقت لمناقشة بعض الأسرار المثيرة للجدل حول تاريخ الدين المسيحي فقد ثار حولها العديد من التساؤلات والمناقشات ومن ذلك أوردت الرواية رأيا يتمثل بوصف مريم المجدلية بكونها زوجة المسيح وأم أولاده وأنه ليس ابن الله وأن الكنيسة كانت قد أخفت هذه الحقيقة عن المجتمع المسيحي على مر العصور إلى جانب إدراج أهمية البحث عن تاريخ الكأس المقدسة بوصفها المرجع لتاريخ المسيحية الأم أوردت الرواية اتهام المسيحية بكونها معادية للنساء وأن الكنيسة قد قامت على مر العصور بحرق النساء إلى جانب عمدها إلى إخفاء حقيقة أن المسيح كان مناصرا لحقوق المرأة تصور الرواية أن الأبا قسطنين هو المسؤول الأول عن قضية تأليه اليسوع وكان ذلك في العام 325 في مجلس نيقية تذكر الرواية أن الأناجيل التوراتية تقدم صورة مغلوطة عن المسيح كونها من تأليف الإنسان وتشكل شهادة كاذبة بينما الأناجيل الغنوصية السرية تقدم الصورة الصحيحة حول ذلك يعيش مؤلف الرواية دان براون مع زوجته في إنجلترا وعلى الرغم من حقيقة أنه كان ابنا لمعلمة رياضيات ووالده كان منظما للكنيسة إلا أنه امتلك فكرا خاصا سمح له بتكوين خلفية لكتبه تقوم على المقارنات ما بين العلم والدين فكانت رواياته الأكثر مبيعا في العالم وخاصة رواية شيفرة دافينشي التي اعتبرت واحدة من أكثر الروايات مبيعا على الإطلاق ويذكر أن رواياته نشرت بأكثر من 200 مليون نسخة وترجمت لحوالي 56 لغة حول العالم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ويكي تيوب الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية